بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً فيكم في درس جديد من دروس التربية البدنية والدفاع عن نفس التربية الفكرية درسنا لهذا اليوم هو تنطيط في كرة سلة ورميها باتجاه الهدف معكم الأستاذ بدر ناصر الفحد قبل ما نبدأ في درسنا يا أبطال لابد من استعراض ماذا أهم الطلبات عناصر الياقة البدنية مطلبات ممارسة النشاط البدني بشكل صحيح تحتاج إلى ماذا الراحة الكافية الراحة الكافية يا أبطال مهمة جداً لماذا لكي يستطيع ممارسة النشاط البدني مرة أخرى وتقوم الراحة في النوم ليلاً من 6 ساعات إلى 8 ساعات أيضاً يا أبطال مطلب الثاني هو ماذا التغذية سليمة ومتاز لكي يستطيع ممارسة النشاط البدني مرة أخرى احتاج إلى الغذاء السليم لماذا غذاء مهم يمد الجسم بالطاقة يجب أن يتناول ثلاث وجبات إفطار غداء عشاء وتحتوي هذه الوجبات على العناصر الغذائية المهمة أيضا يا أبطال المكان المناسب والآمن عند تأديد النشاط البدني أحتاج إلى ماذا يا أبطال يتوفر مكان مناسب يساعدني على ذلك النشاط البدني بشكل أفضل عندما مارسة كرة السلة أحتاج إلى ملحب كرة سلة يتوفر فيها مناصر الأمن والسلامة أيضا يا أبطال الزي الرياضي المناسب والحذاء المناسب لماذا الحذاء المناسب والزي الرياضي المناسب مهمة جدا في إداء النشاط البدني لأن عند توفر هذه الأشياء أستطيع ممارسة النشاط البدني بشكل أفضل وتحقيق أهدافي التي أريدها من هذا النشاط البدني عند تأدية نشاط البدني في الأماكن الحارة يختلف الزي الرياضي عن الأماكن الباردة والرطبة أيضا الزي الرياضي لكرة السلة يختلف عن الزي الرياضي لكرة القدم وكرة الطائرة أيضا يا أبطال الإحماء المناسب ما هو الإحماء؟ الأحماء مهم جدا هو تهيئة الجسم لداء النشاط البدني بشكل أفضل عن طريقة من بعض التمرينات السهلة البسيطة لاحفظ على صحة سلامة اللاعب من الإصابات أيضا يا أبطال شرب الماء قبل وأثناء وبعد النشاط البدني لماذا شرب الماء مهم؟ أحسنتم تعويض السوائل المفقودة أثناء تأذية النشاط البدني يقوم الجسم بعملية التعرق وهي إخراج السوائل من الجسم لحفاظ على سلامة اللاعب من الجفاف لابد أن نشرب الماء باستمرار أما الآن يا أبطال أنا في المكان المناسب وأزهي الرياضي المناسب مع بعض نبدأ بالإحماء المناسب المشي في المكان تمريه استعد يبتد واحد اثنين ثلاث ارباح سنت اثنين ثلاث اربعة ممتاز اثنين ثلاث اربعة ماشي اثنين ثلاث ارباح سنت اثنين ثلاث ارباح سنت اثنين ثلاث اربعة آخر مرة جمع نقض نفس التمريه الثاني أبطال ضراعين في الوسط طاع ثاني الجدال اليمين في أربع عداد والشمال في أربع عداد التمرين يستعد ابتدي يمين 2 3 4 شمال 2 3 4 حسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 اضغط 2 3 4 اخر مرة جماعة ترجمها التمرين الثالث يا أبطال الزراعينجال بالرفع دوران الزراع من الخلف إلى الأمام التمرين يستعد ابتدي 1 2 3 4 سنت 2 3 4 دوران 2 3 4 ممتاز 2 3 4 آخر مرة جماعة ترين أسفل خص التمرين الرابع مماثل للتمرين الثالث ولكن باختلاف اتجاه الدوران حيث الدوران الذراع يكون من الأمام إلى الخلف الذراع عن جانب الرف تمر يستعد يبتدي 1 2 3 4 دوران 2 3 4 أحسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 آخر مرة جماعة ترين أسفل خص ناخد نفس مع بعض أحسنتم يا أبطال الآن وصلنا لنهاية الرحمة الجسم صار جاهز لداء النشاط بدني نستعرض مع بعض الآن درسنا لهذا الذي هو تنطيط كرة سلة ثم رميها باتجاه الهدف لابد من معرفة قبل تنطيط الكرة ورميها باتجاهدف ما هي كرة سلة كرة سلة لعبة جماعية جميلة جدا تكون من فرقين يتنفسون في تبادل الكرة فيما بينهم ورميها باتجاه البرج الذي هو واضح أمامنا عندما تدخل الكرة داخل هذه الحلقة تحتسب بنقطة كل فريق تكون من خمسة لاعبين لها ملعب مخصص وزير ياضي مخصص أيضا يا أبطال مكونات سلة حلقة والشبكة وهيكل الدعم واللوحة الخلفية اللوحة الخلفية التي هي تمسك تكون ممسكة بالحلقة والهيكل الذي يمد الحلقة إلى أعلى واللوحة الخلفية يكون انتفاعها ما بين ثلاثة متر تقريبا أما الآن نستعرض مع بعض ما هو التنطيط هناك نوع عام من التنطيط التنطيط المرتفع والتنطيط المنخفض التنطيط المرتفع يكون بالجسم ثابت ودفع الكرة من رسخ اليد وتكون الكرة ما بين الأرض وكف اليد وتكون اليد مفرودة وانتشرة حول الكرة أما المنخفض يكون هناك الخفاض وتكون الكرة ما بين الرقمتين اللي أحد أقصى ارتفاعها ودفع الكرة باستمرار والنظر إلى الزميل ومسكو الكرة بإحكام وتمريرها إلى الزميل أو رميها باتجاه البرج بإحراز نقطة الآن سوف نشاهد في هذا الفيديو تنطيط الكرة من المشي والوقوف والجري نحظ مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي الطالب أهلا وسهلا بك ستتعلم في هذا الفيديو بمشيئة الله تعالى إحدى مهارات كرة السلة وهي مهارة تنطيط الكرة من الوقوف والمشي والجري مهارة تنطيط الكرة هي إحدى المهارات الأساسية في كرة السلة والتي يجب على جميع لاعبي كرة السلة إتقانها ولإتقان هذه المهارة يتم اتباع الخطوات التالية الخطوة الأولى عند تنطيط الكرة يميل الجزء العلوي من الجسم إلى الأمام قليلا مع ثني الركبتين نصفا وثني المرفق الخطوة الثانية وفيها يكون ساعد اليد الحرة وهي اليد التي لا تلمس الكرة حيث ساعدها يكون موازياً للأرض لحفظ التوازن وحماية الكرة من الفريق الآخر مع تراخي عضلات الذراع وخاصة عندما يكون في المنطقة الأمامية للملعب والخطوة الثالثة عند بدء التنطيط يتحرك الساعد من مفصل المرفق ويثبت العضد هكذا والخطوة الرابعة عند لمس الكرة تنتشر الأصابع أعلى الكرة وتتحرك مع الكرة إلى أعلى مع تحريك الساعد إلى أعلى مع حركة الكرة ثم تدفع إلى أسفل مرة أخرى وهكذا تدور حركة الذراع كالموجة المستمرة يا بطل تجنب الوقوع في الأخطاء الشائعة لآداء هذه المهارة والتي منها عدم فتح أصابع اليد أو انتشار أصابع اليد عن الكرة أي تكون أصابع يدك مغلقة هكذا وهذا الخطأ قد يعيقك في آداء هذه المهارة بشكل جيد كذلك الوقوع في خطأ آخر وهو رفع الكرة عاليا إلى مستوى الصدر أو أعلى من ذلك بل يجب أن لا يتم تنطيط الكرة عاليا حتى لا يستطيع الفريق المنافس قطع الكرة كذلك تجنب الوقوع في خطأ التنطيط بكل اليدين بل يجب أن تكون يد تنطط الكرة واليد الأخرى لمنع المنافس من قطع الكرة والآن انظر إلى زميرك البطل سطام والبطل سلطان يطبقون النموذج أمامك لتنطيط الكرة من الوقوف والمشي والجري وأنت يا بطل تقوم بالتطبيق معنا ترجمة نانسي قنقر وفي النهاية يا بطل لتتمكن من إثقان مهارة تمرير تنطيط الكرة من الوقوف ومن المشي ومن الجري يجب عليك أن تتمرن باستمرار دمتم بصحة ونشاط أحظنا يا أبطال في فيديو السابق تنطيط من الوقوف ومن المشي ومن الجري ولحظنا أيضا ماذا توفر المكان المناسب والزية الرياضي المناسب لا ننسى أيضا الراحة الكافية والتغذية السليمة تساعدني على تأدية النشاط بدني بشكل أفضل إلى هنا وصلنا لنهاية الدرس من هذا اليوم أشكركم وحسن استماعكم كان معكم الأستاذ بدر ناصر الفيد